اشتغلنا مع بعض طريقة عمل مفرش مجبع اشتغلنا الجزء الاول وكان عبارة عن الوحدة الموجودة داخل المفرش النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض الجزء التاني والاخير وحيكون عبارة عن الكنور وان شاء الله في الفيديو هوضح لك الجزء اللي حيتقرر معاك لو حبيتش تشتغلي المفرش وحدات يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الجزء التاني والاخير من المفرش نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو الجزء الاول من المفرش اشتغلنا مع بعض الوحدة كاملة ووضحت لك في اخر الفيديو لو حبيت تعملي مفرش وحدات هتشبكي الوحدات ازاي النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض الكنور وانا هنا هشتغل الكنور على وحدة واحدة بس يعني هيبقى عندي المفرش وحدة واحدة وحواليها الكنور اما انت لو اشتغلت المفرش وحدات فبعد ما بتشبكي الوحدات وبتوصلي للطول والعرض اللي انت عايزاه هتشتغلي معيك الكنور هيبقى فيه اختلاف بسيط في تكرار الجزء اللي انا هحدده معاكي انا هنا هحدد الجزء اللي هشتغله وانتي هتكراريه لحد ما توصلي لاخر السطر تمام? اما لو انت شرق للمفرش وحدات فحقول لك برضو الجزء اللي هتكراريه هيبقى عبر عن ايه عشان ما تتلقبتيش تمام? يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة احنا عندنا هنا المفرش بيبقى عبر عن اربع اطلع بيبقى واحد كده لو انت عمليه مستطيل هيبقى عندك ضلع طويل وبعد كده هيبقى عندك الضلع اللي هو عرض للمستطيل اما لو انت عمليه مربع هيبقى برضو عندك الضلع كده حسب ما انت عمليه وحدة او وحدتين او تليد وفي كل ضلع من دول مهما كان عدد الوحدات بيبقى عندك زاويتين اتنين واحدة على اول الضلع وواحدة على اخر الضلع تمام? فاحنا دلوقتي الجزء اللي هنبدأه هنبدأه اللي هو التجبيك اللي هو القناة هنبدأه من اول الزاوية الاولى تمام? يعني هنشبك كده الخيط من عند الزاوية اللي هي كانت الصدفة اللي تحتها السلاسل الطويلة هجيب تمام? اللي كنت بقولك تملي ان دي الزاوية. انت اول حيجة بتجيبي الخيط وبتعملي فيه عقدة البداية. هتجيبي الزاوية اللي هي اول صدفة عندك فاول الضلع كده تمام? هتدخلي كده الابرة على جوة تلات سلاسل وهتدخلي عقدة البداية وحتشتغل ارتفاع تلات سلاسل واتفاع التلات سلاسل دول بنعتبرهم عمود. بعد ما شبكتي خلص الخيط في الزاوية اللي زمانتي شايفة كده الصدفة اللي في اول السطرة عندك تمام? احنا هنا هنبتجي نشتغل الزاوية والزاوية هي ان احنا هنشتغل جوة التلات سلاسل دول. هنشتغل تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة. تلات سلاسل تلات اعمدة. يعني التلات اعمدة هيكرروا معنا تلات مرات. واحنا هنا عندنا الجزء ده بيتكرر معيك مرتين. مرة في اول الضلع ومرة في اخر الضلع. تمام? هنشأ اول حاجة هتدخلي كده وهتشتغلي عمودين. وبكده نبقى كملنا تلات اعمدة هتشتغلي بعدهم تلات سلاسل وتدخلي تشتغلي تلات اعمدة تاني واحد اتنين تالية وبتبقي بغض معيك كده الخيط تحت الشغل عشان تقفلي هتشتغلي تلات سلاسل وتلات اعمدة فدي كده الزاوية اللي بتتكرر معيك في اول الدلع وفي اخر وبتتكرر المفرج كله اربع مرود زاوية عباره عن واحد اتنين تلاتة تلاتة من التلات اعمدة واتنين من التلات سلاسل بعد ما اشتغلت التلات اعمدة تشتغلي اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة عشر احضار اتناشر وهنا انت عندك خمس داشر سلسلة هنشتغل غرزة حشو على السلسلة التامة يعني في نص السليسل فانتي هتعدي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وجوه السلسلة التمنى هتدخلي كده وحتعملي غوزة حشو فانت كده في نص السلاسل بالزلط تمام هتشتغلي بعد كده اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتناشر وعندك الصدفة اللي هي كانت عندنا بدأ من اول السطور كده الصدفات دي هتشتغلي بويها صدفة عادية من تلاتة اعمدة وتلات سلاسل وتلاتة اعمدة والصدفة جيزة زي ما انت شايفة كده مشيت معينا زي ما هي هنا بقى هيكون معيكي اناناسا شبه الاناناسا اللي احنا كنا شغالينها تحت كده بس هتبقى بالمقلوب يعني هتبقى بدأ بصغير وحتكبر معينا عكس ما هنا بتبدأ بكبير وتصغل تمام وحتشوفي في الشغلة هنشتغلها زي بعد كده هتشتغلي اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتناشر وحتدخلي تعملي غوزة الحشو جوة تسعة سلاسل بتوع الاناناسا يعني بتسيبي التسعة سلاسل وبتدخلي جوة تسعة سلاسل كده تعملي غوزة حشو واتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتناشر وهنا برضو هتشتغلي جوة التلات سليسل بتوع الصدفة هتشتغلي نفس الصدفة وهنا برضو هيتكون عندك اناناسا نفس الاناناسا جيه بس بالمقلوب يعني هيبقوا الاناناسا هنا هتبدأت صغيرة كده زي جي كده وهتبدأ تكبر فحتبقى بالمقلوب معينا تمام? احنا كده في الوحدة جيه هيتكون عندنا حد دلوقتي اتنين من الاناناسا هيتكونوا معينا في الصدور الجاي هتشتغلي جوة الصدفة صدفة من تلات اعمدة وتلات سليسل وتلات اعمدة بعد كده بتشتغلي اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تساشر احداشر اتناشر وهنا برضو هيتكون معيك اناناسا بالمقلوب فانت هنا عندك الخمستاشر سلسلة اللي كانوا عندك في اخر الوحدة قبل ما نعمل الزاوية فحتعدي كده سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وجوة تمنة هتعملي غرصة حشو هنا هتتكون معيك اناناسا هتعملي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتناشر وهنا بقى وصلتي للزاوية عشان انا شغالة واحدة واحدة بس فوصلت للزاوية والزاوية هنا بقى هتقرر فيها اللي احنا اشتغلناه مع بعض يعني هتدخلي كده جوة تلات سلاسل وحتشتغلي تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة فانت لو شغالة في واحدة واحدة بس هتقرري كده من اول ما اشتغلنا تمام وحتقرري الجزء ده لحد ما توصلي للزاوية وبعد كده بترفي وبتقرريه وهو هو في كل دلع بيبقى نفس الشغل احنا هنا بيتكون معينا واحدة من الاناناسا وبعدين اتنين والتالتة وبيبقى ما بين كل واحدة فيهم عندك الصدفة دي والصدفة برضو بتكبر معينا زي ما لانا الاناسا بتكبر معينا تمام انت بقى لما بتقرري بتقرري زي ما قلتلك كده لو انت على واحدة واحدة اما انت لو شغي لقى المفرش وحدات ففي الجزء ده هيبقى عندك مقابلك مع بعض كده الصدفتين اللي شبكتينهم في بعض مش هيقابلك بقى كده صدفة وتحويدي لأ هيقابلك صدفة وبعدها صدفة فانت في الوقت ده هتدخلي كده جوة لغرزة الحشو اللي شبكتي بيها الوحدات وهتشتغلي صدفة والجزء حيتكرر معاك هو ده اللي حيتضل يتكرر معاك تمام انت بقى هتروحي جاية مقررة ازاي نعتبر ان انت لما هتقابلك الصدفة هتقابلك الصدفة دي كده تمام فهتقرري الجزء ده مرة بقى حيطلع معاكي الاتناشر سلسلة حشوة على الاناناسا ومرة حيطلع الاتناشر سلسلة حشوة على السلسل بس هو اللي بيتكرر معاك وهو الجزء ده بس كده عشان فيه هنكون صدفة وفيه بعدها حيبقى فيه الناناسا تمام يعني للصدر كله حيمشى عندك صدفة الناناسا صدفة الناناسا وهكذا الاختلاف اللي عندنا هنا ان انت هنا حيبقى عندك صدفة ما بين الصدفتين اللي شبكتي فيهم الوحدات انا دلوقتي حقرر لحد ما وصل لاخر الصدر وحيجقفل معاكي الصدر اخر الصدر بعد ما قررت خلاص ولفتي كده حوالينا للمربع كله او المستطيل حسب ما انشغلها ووصلت للزاوية اللي كنا بدقين منها هتقفلي كده بعد ما اشتغلت الا اتنشر سلسلة بقوزة منظريكو على تالت سلسلة من سلسل ارتفاع اللي كنا بنعتبرها عمود تمام وكده احنا احنا قفلنا السطر الاول من الكنور احنا دلوقتي في السطر الاول من الكنور حيتكون عندنا زي ما قلتلك تلات اناناسات فاحنا هنا دلوقتي اشتغلت معاكي الضلع كامل لان هنا كانت مرة حتتكون معينا الاناناسا على الخمستاشر سلسلة والمرة اللي بعدها هتتكون على التسع سليسل تمام اما بعد كده هي هي الاناناسا وهي هي الصادفة بنفس طريقة التزايد حيتقرره معينا فانا لما هشتغل معيكي هشتغل معيكي من اول الزاوية عشان بعد كده لما توصلي للزاوية تعرفي بتشتغليها ازاي والجزء ده اللي هيتقرر معينا تمام بعد كده الجزء ده اللي هيتقرر معيكي سواء عملة المفرش بوحدة واحدة او عملة المفرش بوحدات كل اللي حيختلف معيكي ان انت لو عمليها بوحدات حتشتغلي بقى باقي السطر لحد ما توصلي لاخر السطر وتشتغلي الصادفة تمام اللي هي الزاوية يعني هو ده الجزء اللي هيتقرر معينا ايا كان عدد الوحدات عندك السطر التاني من الكنار وده السطر الاثناشر في المفرش فانت هنا هتدخلي واحدة عمالي منزلقة على اول عموتي قبلك ومنزلقة على التاني عمود اللي هو يعتبر التالت ومنزلقة جوة تلات سلاسل وهنا بقى حنشتغل الزاوية والزاوية دي هتشتغليها لما توصلي لاخر الدلعة تمام الزاوية هتبقى عبرها عن انت بتغتفعي تلات سلاسل وحتشتغلي تلات اعمدة وتلات سلاسل وتلات اعمدة يعني هتشتغلي جوة اول تلات سلاسل صادفة من تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة تمام هتغلجي لفة على الابرة وهتروح على طول على التلات سلاسل اللي بعدهم تشتغلي صادفة تاني احنا كده بنزود فبقى عندنا صادفتين صادفة من تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة ودي كده الزاوية عبارة عن صادفتين ما فيش بينهم سلاسل السلاسل بين الصادفة بس تمام هنا بقى هتشتغلي في الجزء ده والجزء ده اللي هيبقى في الانانيسة زي ما قلتلك هتبدأ بصغير وبتكبر معين فانت هنا هتشتغلي عشر سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تمام اشتغلت العشر سلاسل عندك هنا اتناشا سلسل هتسيبي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وتدخلي في التمنى تمام وانت لما هتدخلي في التمنع هتبقي سايبة من هنا أربع سلسل واحد اتنين تلاتة أربعة وكأنك دخلتش في الخمسة تمام هتعملي غوزة الحشو على تامن سلسلة من ده 12 واشتغلت شعشر سلسل غوزة حشو على تامن سلسلة هنا بقى بتشتغلي سبع سلسل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وهتعملي غوزة حشو على خامس سلسلة زي ما عملتش هنا كده يا طب تعملي واحد اتنين تلاتة أربعة وعلى الخمسة هتعملي غرزة حشر والخمسة دي هي التمنى لو عدتيها من هنا كده فانت كده عملت الجزء اللي هو يعتبر السطر التاني في الاناناسة بس بالمشأل بالمقلوب يعني بعد كده بتشتغلي عشر سريسل واحدين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وهنا بقى الصرفة عندك هتبقى ثبتة ثبتة في السطر ده يعني عبارة عن ثلاثة اعمدة وتلات سريسل وتلات اعمدة تمام؟ والجزء ده اللي هيقدر يتكرر معيك لحد ما توصلي لاخر السطر الجزء اللي انا اشتغلته معيك دلوقتي اللي هو عباره عن عشر سريسل حشو سبع سريسل حشو عشر سريسل صدفة هيتكرر معيك وهنا بقى هيبقى عندك النية سعيد لكده والتانية هتبقى بالمقلوب عليها وهنا بقى هتقرري كده لحد ما توصلي لاخر السطر واول ما توصلي لاخر السطر بتشتغلي الزاوية تمام؟ والزاوية دي هتتقرر عندك زي ما قلتلك اربع مرات وفي حالتك انت بقى الصطر كده الزبط معيك خلاص انت لو هنا عندك بقى الصدفة هتشتغلي عليها التكرار هو هو مش هيبقى عندك اي مشاكل فانت هتقرري الجزء ده كده وانا حيجي وريكي برضو لابما قررته واشتغلت الزاوية بقى شكله ايه في اول دل عشان ما تطلق بطيش ده كده بالنسبة لي الشغل تضلع في وحدة واحدة فانا عندي الصدفة اللي هي برعة الزاوية وبعدها الجزء هو زي ما انت شايفها اتقرر مرة وبعدين اتقرر مرتين وبعدين بقى عندنا واحدة هتبقى من الاناناسة وبعدين هيبقى الزاوية اما بالنسبة لك هنا بقى حيبقى لو انت عامل وحدات فحيبقى عندك الصدفة وحتبقى متقرر معيك الجزء اللي انا ورته لك ده انا دلوقتي هلف كده هشتغل الزاوية ولفه وخلص الجزء واجيلك اخر الصدر بعد ما اشتغلت الجزء اللي اشتغلنا مع بعض واشتغلت في اخر الصدر عشر سلاسل هتدخلي على تارت سلسلة وهتقفلي بمنظركم وده كده شكل الصدر عندك السطر التالت من الكنول هتدخلي بمنظركم على اول عمود يا قبلك ومنظركم على تاني عمود ومنظركم جوه تلات سلاسل وهنا هنشتغل جوه كل واحدة من التلات سلاسل بتوع الصدفتين تلات اعمدة تلات سلاسل تلات سلاسل تلات سلاسل تلات سلاسل يعني تلاتة من تلات اعمدة زي ما كنا شغالين في اول سطر هتدفعي تلات سلاسل وحتدخلي جوه تلات سلاسل الصدفة تشتغلي عمودين. فكده بقى عندنا تلات اعمدة. هتشتغلي بعد كده تلات سلاسل. وتلات اعمدة. وتلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وتلات اعمدة. ونفس اللي اشتغلت جوه الصدفة الاولى بتروح على طول كده. مفيش فرق سلاسل بتشتغلي جوه الصدفة التانية. تشتغلي تلات اعمدة. تلات سلاسل. تلات اعمدة رقم اتنين. تلات سلاسل. تلات اعمدة رقم تليد. وده كده الجزء اللي هيبقى عندك في الزاوية والجزء ده بيتقرر معيك زي ما قلتلك اربع مرات في المفرش كله. بعد كده بتشتغلي تمان سلاسل والان هشتغله معيك ده هو الجزء اللي هيفضل يتقرر معيك لحد ما توصل لي الاخر بطلع وتشتغلي زو. فانت عينها هتشتغلي تمان سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمام? يعني اقل له معيك سلسلتين عن اللي تحت. وهنا انت هتعجي كده سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واحد ادخلي في السبعة تشتغلي غوزة حشو. او انك من هنا كده هتسيبي تلات سلاسل وتدخلي في الغوعة لو ده اسهلك تمام? هتشتغلي غوزة حشو. يبقى انت كده اشتغلت تمن سلاسل غوزة حشو على سبعة سرسل. هتشتغلي خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنا هتدخلي جوه السلاسل السبعة وهتشتغلي غوزة حشو. احنا كده بنشتغل غزق ده كده بتاع الانيسة. وبعد كده خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبتسيبي سرسلة اتنين تلاتة وجوه ربعة بتشتغلي غوزة حشو. تمام? جي كده الانيسة عندك. قبلها فيه تمن سلاسل وبعدها هيبقى فيه تمن سلاسل. اشتغلي بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. وهنا الصدفة اللي ما بين كل الانيسة والتانية هتزيد معيك. فحتبقى عبارة عن تلات اعمدة تلات سلاسل والتلات اعمدة هيتقرروا معيكي تلات مرات. كده دول اول تلات اعمدة بتشتغلي تلات سلاسل. تلات اعمدة رقم اتنين. وتلات سلاسل. تلات اعمدة رقم تلاتة. وبعد كده بتقرروا بقى بتشتغلي تمام سلاسل وبتشتغلي في الانانيسة اللي بعدها. هو ده الجزء اللي حيفضل يتقرر معيكي لحد اخر السطر عندك. لو انت شغلها وحدات فحتبظل يتقرره كده واخر السطر عندك. هيبقى بعد الانانيسة. هتبقى عندك الزاوية. اللي هي الجيل اللي احنا اشتغلناها مع بعض في أول السطر. اما لو انت شغلها وحدة بس. فحيبقى عندك بعد تالات اناسة. هتشتغليها. تلاقي عندك الزاوية. فحتشتغلي عليها الزاوية. يبقا انتحد اتقرر كده. وفي اخر صدفة عندك اللي هي الزاوية هتشتغلي الزاوية اخر السطر التالت من الكنور بعد ما اشتغلتي التمن سلاسل هتدخلي على تالت سلسلة وهتقفلي بمنظر لكم وكده احنا قفلنا تالت سطر في الكنور عندنا وده عندك شكل الانانيسة وزا ما انت شايفة كده ماشية بنفس التزايد بتاع الانانيسة اللي كنا شغالينها في السطور اللي تحت فاحنا هنا زي ما انت شايفة كده بقى عندك كده يعتبر تسع سلاسل وعندك كده بقوا سبع سلاسل وهنا بقوا خمس سلاسل وفي السطر الجاي حيبقى التلات سلاسل حشو تلات سلاسل متقررين تلات مرات زي ما كان عندنا في اول سطر من الانانيسة السطر الرابع في القنار احنا هنشتغل جوه كل واحدة من التلات سلاسل دول صدفة فانت في الاول هتدخلي بمنصرقة على العمود ومنصرقة على العمود اللي بعده ومنصرقة جوه التلات سلاسل وحتى تتفعي تلات سلاسل وحتشتغلي اول صدفة اللي هي كده اول عبي يبقى عندنا عمودين وبتتفعي تلات سلاسل يبقوا كده تلات اعمدة وبتشتغلي تلات سلاسل وبتشتغلي التلات اعمدة تمام يبقى احنا كده جوه اول تلات سلاسل اشتغلنا صدفة هتشتغلي بعد كده تلات سلاسل والتلات سلاسل اللي بعدهم هتشتغلي جوهم صدفة برضه من تلات اعمدة وتلات سلاسل وتلات اعمدة تمام يبقى احنا كده اشتغلنا صدفتين ما بينهم تلات سلاسل هتقرر جوه ايه كده هو هو هنا هتشتغلي صدفة وبعدين تلات سلاسل وصدفة بس ما فيش فرق سلاسل ما بين الصدفة والصدفة هتشتغلي الصدفة على طول وده كده شكل الزوية عندك بقى عندك اربع صدفات ما بين التانية وما بين التالتة ما فيش سلاسل تمام السلاسل ما بين الاولى والتانية وما بين التالتة والربا الجزء اللي هيقرر معيك هو اللي انا هشتغله معيك دلوقتي انت هنا هتشتغلي خمس سلاسل يعني قال له عن اللي تحت كده هتشتغلي كده سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة وانت عندك تحت 8 سلاسل فحتعجي كده سلسلة 2 3 4 5 وجوه الستة هتعملي غوزة حشو تمام فانت كده بقى عندك يعتبر سبتي سلسلتين من الجنب ده كده سبتي 6 سلاسل وبعدين اشتغلت غوزة حشو ففضل عندك سلسلتين هنا بقى بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وبتدخلي جوه السلاسل تشتغلي غوزة حشو و3 سلاسل 1 2 3 وجوه الخمس سلاسل اللي بعدهم غوزة حشو و3 سلاسل 1 2 3 وجوه ثالث سلسلة بتعدي كده وبتدخلي جوه ثالث سلسلة بتعملي غوزة حشو فانت كده بقى عندك الانانسة هي عندك 3 من الثلاث سلاسل حشو وإحنا هنا لما بنيجي نشتغل في السطر الجاي على السلاسل فبيبقى الفرق هنا هو هو نفس الفرق اللي كان تحت يعني هنا بقى عندك هنا سبع سلاسل هنا بقى عندك خمس سلاسل وهكذا هنا بقى بتشتغلي خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمس يبقى ده أول حاجة ده كده شكل الجزء اللي عند الأنانيسل هنا بقى بتشتغلي جوة كل واحدة من التلات سلاسل بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة و3 سليسل و3 أعمدة والفضل ما بين الصدفة والصدفة حيبقى 3 سليسل حتشتغلي 3 سليسل وحدد خلقها 3 سليسل اللي بعدهم تشتغلي تاني صدفة من 3 أعمدة و3 سليسل و3 أعمدة تمام وهو ده الجزء اللي بيفضل يتقرر معاك لحتى آخر الصدر هو ده الجزء اللي بيفضل يتقرر معاك وانتش لما بتقرري بعد 3 أناناسا عندك حيبقى عندك الزاوية تمام أما لو شغالة وحداد زي ما قلتلك كده بتبطلي تقرري وبعد آخر أناناسا بتشتغلي الزاوية وبتلفي وبتكملي شغل وهو هو الضلع بيقرر معاك أربع مرات آخر الصدر الرابع من القنور بعد ما تقررت الجزء اللي اشتغلناه مع بعض حتدخلي تقفل الصدر على تالت سلسلة من سلسل الإرتفاع وده كده حيبقى الشكل عندك زي ما انت شايفة كده عندك تالتة من الأناناسا وعندك ما بين الأناناسا اللي في النص لو انت عندك وحدة واحدة بس تمام حيبقى عندك اتنين من الصدفوت وهنا أول الصدر الزاوية وآخره الزاوية زي ما انت شايفة كده وبتلفي وبتشتغلي ويبقى ده كده الشكل عندك تمام الصدر الخامس في القنار بتدخلي بمنظرقة يعتبر على تاني عمود ومنظرقة على ثالث عمود ومنظرقة جوه تلات سلسل وهنا بتغتفع تلات سلسل وبتشتغلي الصدفة فبتشتغلي عمودين كده بقى عندك تلات أعمدة وبتشتغلي تلات سلسل وتلات أعمدة كده احنا اشتغلنا الصدفة الاولى جوه اول تلات سلسل بتاع الصدفة عندك بعد كده تلات سلسل هتدخلي جوه مع طول مفيش سلسل ما بين الصدفة واللي بعدها وحتشتغلي جوه تلات سلسل صدفة من تلات أعمدة هي هي الصدفة تلات أعمدة وتلات سلسل وتلات أعمدة يبقى احنا كده اشتغلنا صدفة جوه الصدفة وصدفة جوه التلات سلسل وما فيش فرق سلسل منه هتقرروا كده وحتشتغلي جوه كل واحدة من التلات سلسل هتشتغلي صدفة هيبقى عندك هنا ست صدفة هتكملي كده ونجي نكمل معها ده كده بقى شكل الزاوية عندك وإحنا كده بقى عندنا ست صدفات عشان نشتغلنا جوه كل واحدة من التلات سلسل صدفة فبقى عندك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ودي كده الزاوية اللي هتتكرر معيك أربع مرات في المفرش كله بعد كده بقى والجزء ده هو اللي هيكرر معيك اللي هاشتغله معيك دلوقتي أول ح Rico بتشتغلي سلسلة وهنا هتشتغلي سلسل نحن⁉東西 1, 2, 3 وحتدخلي جوه اللي تعملي غوزة حشو يعني يا طبق أسقطي سلسلة كده قبLA غوزة الحشو اللي تعب לי بعد كده بتشتغلي سلسلة واحدة واحدة بس وحتدخلي جوه الثلاث سلاسل بتشتغلي غوزة حشو وسلسلة وقوة الثلاث سلسل اللي بعضهم وغوزة حشو سلسلة جوه التلات سلسل اللي بعضهم وغوزة حشو وسلسلة وهنا عندك الخمس سلسل بتشتغلي على تاني سلسلة يعني بتسيبي سلسلة وبتدخلي على التانية كده وكده برضو اعتبر سيبت جيد على السلسل اللي قبل السطر وبتعملي غوزة حشو احنا عندنا السطر ده كده زيادة عن الانانسة اللي كانت معينا تحت هنا تمام يعني هنا مفيش السطر ده بس السطر ده احنا اشتغلناه هنا عشان يضم معيك الانانسة كده ولما نيجي نشتغل السطر الجاي تبقى وشكلها مصبوط وحلو بعد كده بتشتغلي سلسلة زي ما اشتغلت ما بين الصدفة وما بين غوزة الحشو وسلسلة هنا برضو بتشتغلي سلسلة وبتروحي تشتغلي على الصدفات هنا بتدخلي جوه الصدفة بتشتغلي جوه تلات سلسل صدفة من تلات اعمدة وتلات سلسل وتلات اعمدة تمام? وعشان ما تقولش عليك الفيديو هتشتغلي على طول كده من غير سلسل ولا حاجة هتشتغلي صدفة جوه تلات سلسل وصدفة جوه تلات سلسل بتاع الصدفة ودي كده بقيت الجزء اللي هو اللي بعد الاناناسة بقى عندك بعد الاناناسة تلات صدفة واحد اتنين تلاتة يعني زي ما انت شايفة كده زادوا معنا وبقوا تلات صدفة وما فيش سلسل ما بين الصدفة بنشتغل الصدفة وبعدها الصدفة تمام? فانشي الجزء اللي هيتكرر معاكي من اول السلسلة اللي بعد الصدفة لحد الاخر صدفة من التلاتة وبعد ما بتخلصي وتوصلي الاخر الصدر توصلي للزاوية بتشتغلي الجزء ده وبتلفي وبتشتغلي بنفس الطريقة كده لحتى اخر الصدر وبنرجع نكمل معاك اخر الصدر بعد ما قبرت الجزء اللي اشتغلناه مع بعض واشتغلت الجزء ده وجزء ده حيبقى عندك فيه خمسة من غرز الحشو تمام؟ ما بين كل غرزة وغرزة سلسلة هنا بقى بتشتغلي سلسلة اللي بتبقى عندنا بعد غرزة الحشو وحدة خلية على ثالث سلسلة مثل السلسلة ارتفاع تقفليه منظر لكم تمام؟ وده كده هيبقى شاكل الجزء عندك تمام؟ وزا ما انت شايفة كده احنا عندنا الاناناسة دي كده بصل فوق ودي بصل تحت فبقوا عكس بعضة بالطريقة اللي انت شايفها دي ودلوقتي هنشتغل يعتبر السطر اللي هو كان فيه التسع اعمدة دول فكده هتنتهي معينا الاناناسة السطر السيدس من الكنار هتدخلي بمنزلقة على يعتبر تاني عمود ومنزلقة على تلات عمود ومنزلقة جوة تلات سلسل وهنا هترتفعي التلات سلسل وحتشتغلي السطفة اللي بتبقى سابتة معينا في اول كل سطر يعني هتشتغلي عمودين وبارتفاعي التلات سلسل فكده بقى تلات اعمدة نشتغلي تلات سلسل وثلات اعمدة يبقى احنا كده اشتغلنا على اول صدفة صدفة هتتنقلي على طول كده من غير سلسل ولا حاجة وعلى الصدفة التانية اللي هي بتبقى في النص عندنا كده في الجزء ده تمام هتشتغلي جواها تلات اعمدة واحد اتنين تلاتة وتلات سلسل وتلات اعمدة وتلات سلسل وتلات اعمدة فكده احنا زودنا تلات سلسل تلات اعمدة عشان الجزء دي يزيد معين تمام فكده بقى عندك واحد اتنين تلاتة تلاتة من التلات اعمدة ما بين كل تلاتة والتلاتة سلسلتين يعني تلات سلسل يعني عندك اتنين من التلات سلسل هنا بقى بتتنقلي على طول كده وبتشتغلي على الصدفة التالتة صدفة من تلات اعمدة تلات سلسل تلات اعمدة تمام ده كده الجزء اللي احنا اشتغلنا مع بعض يا بابا عن صدفة وبعدين تلات اعمدة تلات سلسل تلات اعمدة تلات سليسل تلات اعمدة جوه تاني صادفة وبعدين صادفة جوه التالتة. ما بين احنا عندنا الجزء ده وهو هيتكرر عندنا هنا. احنا عندنا تلات صادفات هنشتغل بنفس الطبيعة. ما بين الجزء ده والجزء ده بتشتغلي خمسة وشر سلسلة. واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. يبقانش كده اشتغلتش خمستاشر سلسلة بعد الصادفة اللي هي كانت التالتة. هتروح على طول بقع الصادفة اللي هي كانت الرابعة. دي كده هتبقى بداية نفس اللي اشتغلنا تاني. فحتشتغلي جوها صادفة. وحتشتغلي جوه الصادفة التانية على طول كده من بقى سلاسل. هتشتغلي التلات اعمدة اللي ما تقربين تلات مرات. ما بينهم تلات سلاسل. ما بين كل تلاتة اعمدة وتلاتة اعمدة تلات سليسل وتتنقل على طول تشتغل الصدفة. يعني حتقرر الجزء ده هنا وحنجي نكمل مع بعض. ده كده بقى الشكل عندك بقى الجزء اللي احنا اشتغلناه مع بعض نتقرر مرتين. تمام? وبين الجزء والجزء عندك تسعة سليسل. ودي كده الساوية عندك تمام? الجزء اللي انا هشتغله معيك هو اللي حيتقرر معيك زي ما منعمل كل سطر. وهنا هنشتغل اخر سطر في الاناناسة اللي هو عشان هي مقلوبة ده اخر سطر فيها. لما كانت بالعدلة في الوحدة كان ده اول سطر فيها. تمام? فحنشتغل التسعة عمدة. فانت اول حاجة بتشتغلي سلسلتين. هتغضي لفة على الابرة وعلى غرزة الحشو اول غرزة حشو عندك كده بتشتغلي عمود. على غرزة السلسلة وعلى غرزة الحشو هتشتغلي عمودين بس هتشتغليهم بغرزة الكلاستر يعني كاننا بنقص بالطريقة اللي هتشوفيها كده. فانت هتشتغلي على السلسلة. تخلي جوا السلسلة كده. وبتشتغلي عمود بتغضي منه لفتين. وبتسيبي لفة على الابرة. وعلى غرزة الحشو بتشتغلي عمود. بتغضي منه لفتين. وبتسيبي لفة على الابرة. وبعدين بتغضي التلات لفات مع بعض. فانت كده اشتغلت تلات اعمدة. تمام? بس غرزة كلاستر دي عشان تضموا مع بعض كده. ما تبقاش كبيرة من فوق. هنا هنشتغل غوزة كلاصدر من 3 اعمدة. تمام?, فحتشتغلي اول عمود منهم على السرسلة. تغذي منه لفتين وتسيب لفة وثاني عمود منهم على غوزة الحشو. تغذي منه لفتين وتسيب لفة وتالتة عمود منهم على السرسلة. تشتغل العمود تغذي منه لفتين وتسيب لفة فكده عندك قرب على الفتحال الابغة تغذيهم مع بعض. تمام? يبقى احنا كده اشتغلنا ستة اعمدة. هتشتغلي بعد كده غرزة كلسطر من عمودين. اول عمود منها على غرزة الحشو. وتاني عمود منها على السلسل. تخلي جوا السلسلة كده وتشتغلي عمود بترجم انهم كل عمود لفتين وتسيبي لفة. وترجي التلات لفات مع بعض. بعد كده على اخر غرزة حشو بتشتغلي عمود واحد بس. فانتش كده اشتغلش تسع عمودة بس ايه? عملناهم بغرزة كلسطر عشان يبقوا مضمومين من فوق بالشكل ده. وده كده بقى شكل الانانيسة عندك. تمام? بعد كده بتشتغلي سلسلتين. وهنا ده الجزء اللي هو بتاع الانانيسة. هنا بقى بتشتغلي زي ما اشتغلنا الجزء اللي هو هنا كده. تمام? يعني الجزء ده بيتكرر معاكي هنا متكرر مرتين عشان في الزاوية. اما لما هنا بيتكرروا مرة واحدة بس. فانت هنا بتشتغلي بعد السلسلتين بتشتغلي صدفة من تلات اعمدة. وتلات سلاسل وتلات اعمدة. واحد اتنين تلاتة. تحي بعد كده على طول على الصدفة اللي بعدها بتشتغلي تلاتة من تلات اعمدة ما بين كل تلاتة وتلاتة تلات سلاسل. فاحنا كده اشتغلنا اول تلاتة. هنشتغل تلات سلاسل. ونشتغل تلات اعمدة رقم اتنين. وثلاث سلاسل. وثلاث اعمدة رقم ثلاثة. ثلاثة من الثلاث اعمدة واثنين من الثلاث سلاسل. تمام? وما فيش فضقي سلاسل بين الصدفة وبين الجزء اللي بعدها. هنا بقى بتشتغلي على الصدفة الثلاثة صدفة. من ثلاثة اعمدة. ثلاث سلاسل. ثلاثة اعمدة. زي ما انت شايفة ده الجزء اللي انا بدأته معيك في الزاوية. بس هنا معينا مرة واحدة بس. اما في الزاوية متقرر مرتين زي ما قلتلك. تمام? فانتشي الجزء اللي هيضل يقرر معيك لحد اخر الضلع. هيضل يقرر معيك من اول السلسلتين لحد الصدفة اللي هي رقم ثلاثة تعتبر. هتقرري الجزء ده. وزي كل سطر كده لو انت شغالة في وحدة واحدة بعد الاناناسة الثالثة بتشتغلي الزاوية وتلفي وتكملي شغل. ولو انت شغالة واحدة بتبطل يتقرر الجزء ده كده لحد ما توصلي للزاوية بتشتغلي الزاوية وبتلفي تشتغل. اخر السطر بعد ما اشتغلتين للاعمدة بتشتغلي سلسلتين. وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسل سلسل ارتفاع. ودي كده بقى الشكلة عندك. بقى عندك الزاوية وبعدها في الاناناسة. وبعدها في صدفة واناناسة. وزي ما انت شايفة كده الاناناسة عندنا عكس بعض. يعني هنا بص الفوق وزي ما بقولك كده هنا بص تحت. فجيين كده قدام بعض. تمام? وبعد كده في صدفة وفي الاناناسة. يعني جيو شغلوا واحدة واحدة بس سيبقى عندك زي ما احنا كده اشتغلنا 6 سطور من الكنور 1 2 3 4 5 6 دلوقتي هنشتغل السطر السابع والسطر السابع هو اخر سطر اول حاجة بتدخلي بمنزلقة على اول عمود يقبلك ومنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة جوه التلات سلاسل وحتاج التفاعين 3 سلاسل بنعطبوهم عمود وبتشتغلي صدفة يعني بتشتغلي عمودين وبالتفاع التلات سلاسل بيبقى كده 3 اعمدة وبعدهم بتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي 3 اعمدة يبقى احنا كده اشتغلنا على الصدفة الاولى صدفة تمام هتشتغلي على الصدفة التانية صدفة برضو من 3 اعمدة يبقى احنا كده اشتغلنا صدفة تمام اشتغلنا الصدفة التانية على اول 3 سلاسل اللي ما بين التلات اعمدة والتلات اعمدة هتشتغلي بعد تاني صدفة سلسلتين وبعد السلسلتين دول هتعملي غوزة بيكو من خمس سلاسل يعني بتشتغلي خمس سلاسل كده 2 3 4 5 وبتدخلي على اول سلسلة من الخمسة وبفضل عندك السلسلتين اللي اشتغلتينه في الاول وبتعملي منزلقة كده احنا عملنا داية الزغيرة دي اسمها غوزة بيكو بعد كده بتشتغلي سلسلتين تمام وبترجي لفع الابرة وبتروحي على التلات سلاسل رقم اتنين بتشتغلي الصدفة من 3 اعمدة وتلات سلاسل وتلات اعمدة كده احنا اشتغلنا صدفتين وبعدين اشتغلنا سلسلتين غوزة بيكو من خمس سلاسل وبعدين سلسلتين اشتغلنا الصدفة هتوحي على طول بقى على الصدفة اللي بعدها تشتغلي صدفة من 3 اعمدة 3 سلاسل 3 اعمدة وده كده كشكل الجزء اللي اشتغلنا مع بعض وزا ما انت تشايفه كده بقى عندنا في الاول صدفتين وبعدين سلسلتين بيكو سلسلتين وبعدين صدفتين والجزء ده هو هو بتكرر معيك بعد ما نشتغل هنا يعني هيبقى بتكرر معيك في الجزء ده كده انت هنا عندك 15 سلسلة ودي كده الزاوية معينا بقى اللي هتديك الشكل اللي هو بغس لبرده فانت هنا بتغذي لفها الابرة وعندك 15 سلسلة بتسيبي اول سلسلة وبتسيبي التانية والتالتة وبتدخل يتشتغلي على الرابعة يبقى اول عمود هنشتغله على الرابعة هتشتغلي 3 اعمدة اول عمود على السلسلة رقم 4 تاني عمود على السلسلة رقم 5 تالت عمود على السلسلة رقم 6 يبقى احنا كده اشتغلنا 3 اعمدة بتشتغلي بعدهم 3 سلسل تمام واحد اشتغلي 3 اعمدة زيهم كده بس هتشتغلي اول عمود منهم على السلسلة السلسلة اللي هي نفس السلسلة رشتغلتش عليها العمود الثالث بتدخلي كده وتبدأي تشتغلي اول عمود على السلسلة السلسلة وتاني عمود على السبعة وتالت عمود على التم يبقى احنا كده اشتغلنا تلات اعمدة تلات سلسل تلات اعمدة بالطريقة اللي شوفتها دي هنا بقى هتشتغلي نفس اللي اشتغلتي كده اللي هي سلسلتين وغرزة بيكو من خمس سلسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بتقفلي كده في السلسلة الرقم واحد من الخمسة تمام يعني بتسيبه سلسلتين بتقفلي بمنظركم تمام بعد كده بتشتغلي سلسلتين والجزء ده بيتقرر معك تاني فانت هنا بتشتغلي على نفس السلسلة اللي اشتغلت عليها العمود بتشتغلي عليها اول عمود من التالتة عالي بعدها بتشتغلي عمود التانية وعالي بعدها بتشتغلي العمود التالت بعد كده بتشتغلي تلات سلسل وعلى نفس السلسلة اللي اشتغلت عليها العمود التالت بتشتغلي عليها اول عمود من التالت. فبتشتغلي عمود عليها وعمود على السلسلة اللي بعدها. والعمود التالت على السلسلة اللي بعدها. وهنا بقى هتلاقي فضل عندك تلات سليس الواحد اتنين تليده تمام? وده الجزء اللي اشتغلنا مع بعض دلوقتي وزي ما انت شايفة كده بقى عندنا اربعة من الـ 3 اعمل بالشكل اللي شفتي ده. دلوقتي الجزء اللي احنا اشتغلنا مع بعض هو هيتقرر بعد ما اشتغلنا الجزء اللي اشتغلنا على الخمستاشر سلسلة. فانتي هنا هتشتغلي على طول كده من غير سليسل بقى ولا حاجة. مفيش بين العمود اللي هو كان على الخمستاشر سلسلة والعمود اللي هو بتاع الزاوية. مفيش بينهم سليسل ولا حاجة. تشتغلي كده الصدفة وبتقرري نفس الجزء ده هو هو كده بتقرري في الجزء ده. وحنلجع نكمل معه. وده كده الجزء بتاع الزاوية اللي هو قررتي. بتقررتي نفس الجزء في الجزء ده. فبقا هو هو وما تقرر معيك بعد الخمسة وشر سر سر. تمام? ده كده الشكل عندك وده اللي حيكرر معيك اربع مروض في الزاوية. الجزء اللي حيكرر معيك ان الصدفة اللي قبل الانانيسة حتشبك في الصدفة اللي بعد الانانيسة. يعني انت دلوقتي اشتغلتش الصدفة الاخيرة من الجزء ده. فابتغجي لفها لابده. والجزء هنا مفيش بقى خلص انا ناسة خلصت معينا. والصدفات هيشبكوا بعد كده وحيقفلوا علي. فهتشتغلي كده في المكان اللي احنا كنا بنشتغل فيه الصدفات. هتوحيلوا على طول وتشتغلي الصدفة. من ثلاثة اعمدة. ثلاث سريسل. ثلاثة اعمدة. وكده زي ما انت شايفة الصدفة اتقفل عليها بالشكل ده الانانيسة. تمام? احنا في الجزء ده هيزيد معينا عدد الصدفات. احنا كان عندنا هنا يعتبر تلاتة هيبقوا اربعة. تمام? وهو ده كده بعد كده الجزء اللي هيتقرر معيك. انت بعد ما بتشتغلي اخر صدفة هتنقلي على طول على الصدفة اللي بعدها. فاحنا كده اشتغلنا اول صدفة. بتوحي على طول على الصدفة اللي بعدها. بتشتغلي جوة تلاث سريسل. اللي ما بين التلاتة اعمدة وتلاتة اعمدة بتشتغلي صدفة. تلاتة اعمدة. تلات سريسل. تلاتة اعمدة. والجزء ده هو احنا ازاي اللي في الزاوية بس الزاوية ما تقرر معينا مبتين هنا بيبقى من اللي واحدة بس. فانتش كده اشتغلش صدفتين. بعد الصدفتين بتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي غوزة بيكو من خمسة سريسل. تمام? تدخلي على اول سلسلة من خمسة كده بتقفليه بمونصارك. وسلسلتين وبتروح يبقى عندك هنا اتنين من التلات سريسل بتشتغلي عليهم على كل واحدة من التلات سريسل صدفة. اشتغلنا على اول واحدة صدفة. تمام? تشتغلي بعد كده على طول ما فيش فجأ سليسل بين الصدفات. بتشتغلي على اللي بعدها صدفة. تلات اعمدة. تلات سريسل. تلات اعمدة. هو هو نفس الجزء اللي اشتغلناه على الزاوية. زي ما انتش شايفها كده بقى عندك صدفتين وبعدهم سلسلتين بيكو سلسلتين وصدفتين. تمام? بتعملي ايه بقى? بعد كده بتخطي كده من فوق الاناناسة وبتروحي تكرر الجزء اللي اشتغلناه مع بعض. فبتقفل كده بالشكل ده. تمام? يبقى انتش الجزء اللي هيكرر معيك هو الجزء ده كده. من اول الصدفة الاولى لحد الصدفة. هتبدأ لي تقرري كده لحد ما توصلي للزاوية. ولما بتوصلي للزاوية بيبقى عندك الجزء ده متقرر مرتين. بتشتغلي بقى الزاوية اللي هي دي. والزاوية دي بتتقرر معيك اربع مرات. تمام? هتقرري كده لحد اخر الصدفة. اخر الصدفة بعد ما اشتغلت الجزء ده كده واشتغلت الاخر الصدفة بتروحي على طول بقى كده ما فيش فرق سليسل وبتقفليه على تابعة سلسلة سلسل ارتفاع ومنصرق. وهنا بقى بتسحبي الخيط وبتقصيه وبتقفليه كده بتنزلي كده في ظهر الصدفة وبتقفليه من تحت اجد الاعمpos. وده كده بيبقى شكل المفرش عندك في اخرصات دي كده الزاوية عندك. تمام? وبعد كده الجزء اللي تقرر معيك هو ده. تمام? اللي تقرر معيك هو ده. وزي ما انشي شايفها لما بتفضل تقرر الجزء كده. بيبقى عندك ما بين غرزة البيكو وغرزة البيكو اللي بعدها اربع صدفو. تمام? يعني غرزة البيكو في الوحدة اللي واحدة بس بتتكرر معيك في الجزء ده بتتكرر معيك مرتين في الزاوية. تمام? طبعا احنا بنحسب من الضلع نفسه يعني هنا بتكرر ثلاث مرات بس عنحسب مع بعض في الضلع نفسه بتبقى كم واحدة بتبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة والستة دي مشتركة يعني لما بتجي تعجي الستة فيه كل من جنب التاني بتبقى اول واحدة فيهم مشتركة اللي هي الستة في جيد تمام وده كده شكل الجزء معكي من قرية وده شكل الان المستين لما بقوا فوق بعض بالطبيعة دي ده كده شكل مفرش وزي ما نشوفتي في اول فيديو شكله حلو جدا ورقيق وانتي زي ما قلت لك كده لو حبيت تعمليه وحدات انا قلت لك كده طريقة التشبيك ويابو طريقة الجزء اللي هيتكرر معيكي وان شاء الله يكون الشرح اللي انا شرحت واضح ودلوقتي اهسبكم فراعية الله وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد قريب والحد ما نتقابل اهسبكم فراعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته